نرحب الآن بضيف حلقتنا الليلة لعله يجيب على كل هذه الأسئلة نرحب بالدكتور محمد الهندي القيادة في حركة الجهاد الإسلامي من إسطنبول دكتور الهندي مساء الخير دعني أبدأ معك بهذا الخرق على الأقل هذا ما ذكره متحدث بسم جيش الاحتلال دوت صفرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة اليوم وحديث عن إطلاق قذيفة واحدة على الأقل من القطاع هل من تفاصيل حول هذا الموضوع أو هذا الحدث؟ ما هو الأدود؟ يعني الصوت أنا مش موضوع الصوت يترجل صداع عندي أشرح مرة أخرى أقول بأنه اليوم دوت صفرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة والاحتلال الإسرائيلي تحدث عن إطلاق قذيفة واحدة من القطاع هل لديكم علم بما حصل؟ على الأقل حتى نبدأ هذا الحوار أولا هذا الأخ الذي ذهب للتعديل التايمر وهذا الصاروخ وإسرائيل قالت ذلك كان مؤقت للإنطلاق وهو بعد دخول الهدنة ذهب لتعديل التايمر وانطلق الصاروخ وهو يعدل التايمر وأخ أصيب إصابة بسيطة ونقل إلى المستشفى إذن الحدث نعم الحدث غير مخصوب إذن عراضي وفني نحن قوتنا قوتنا في التزامنا وأسرائيل تعرف أننا في أثناء المواجهة حتى آخر لحظة أطلقت الصواريخ ومستعدين للمواجهة لمدى طويل وأيضا نحن أيضا ملتزمون عندما نلتزم نلتزم لأن قوتنا كما هي في صواريخنا وفي مواجهتنا هي قوتنا في التزامنا أيضا طيب نبدأ هذا الحوار عمليا الآن ويعني نأمل نأمل رحابة صدرك لأن العديد من الأسئلة الحقيقة وردت على لسان جمهورنا وربما تحتاج إلى شيء من التوضيح والإجابات الوافية نبدأ بسؤال فيما يتعلق بشرط المقاومة وشرط الجهات تحديدا حول وقف الاغتيالات واستعادة جثمان الشهيد خضر عدنان من خلال هذا الوقف لإطلاق النار وما أعلن من تفاهمات هل نفهم هناك تراجع من قبل المقاومة عن هذا الشرط أم ماذا بالضبط لا هو الشرط منصوص عليه أولا في النص للتفاهمات هناك وقف إطلاق النار ويشمل وقف استهداف المدنيين ويشمل وقف هدم المنازل استهداف المنازل صحيح وأيضا استهداف الأفراد بمعنى سياسة الابتيانات لأن الأفراد هؤلاء غير المدنيين يعني المدنيين في بن واستهداف الأفراد واضح أنها منفصلة عن استهداف المدنيين طب لماذا الصياغة لم تكن واضحة كما تريدون أنتم؟ لا هو الكل يفهمها طالما أنه هناك في استهداف مدنيين منفصل عن استهداف الأفراد فالكل يعلم وفي كل الأحوال نحن لا نثق أن إسرائيل ستلتزم يعني ممكن أن تخرق كما فعلت في كل المرات السابقة والذي يضمن هو قوتنا واستعدادنا وجاهزيتنا باستمرار أما موضوع الشيخ خضر عدنان وجثمانه فهو غير متضمن في الاتفاق وهذه مسألة متروفة لقنوات مختلفة طيب يعني سؤال آخر أيضا طرح خلال المواجهة خلال الخمس أيام والحقيقة لم نتلقى إجابة ربما أو شرح لأن الوضع ربما لم يكن يحتمل حينها الآن بعد توقف المعارك ربما نحتاج شيء من التوضيح الفصائل المقامة معروفة بحذرها الأمن وحسها الأمن العالي الثلاث شهداء القادة في الجهاد الإسلامي الذين اغتيلوا في البداية غدرا هذا يمكن فهمه لأن العملية كانت مفاجئة لكن كيف يمكن فهم الثلاثة الآخرين الذين اغتيلوا في منازلهم رغم أنه كان يفترض بنظر البعض أن يكون هناك حذر كبير والأنفاق كما يقول البعض تتسع لهم ولغيرهم أولا يعني الناس في خارج غزة لا يدركون التعقيدات الموجودة أنا أريد أن أرضي حتى الثلاثة الأوائل قادة الأوائل هذه المواجهة لم تدأ بهم هي بدأت منذ قتل متعمد للشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام في زنزانته ورفض نقله إلى المستشفى وبقي 86 يوم وهو في الزنزانة حتى قتل ولذلك كانت ردة الفعل من الغزة بإطلاق الصواريخ على خلال حوالي 100 صاروخ وبدأت الوساطات والتهدئات ووصلنا إلى تهدئة ولكن إسرائيل خرقتها بهذا الاعتداء على إخواننا في الضربة الأولى وهو اعتداء مبيت وواضح أن إسرائيل لم تحترم هذه التهدئة التي كانت بوساطات وعندما استشهدوا كانت هي استهدفت بيوتهم واستشهد معهم عشرهم ثلاثة ولكن استشهد عشر من نسائهم وأبنائهم ولذلك هذه المسألة الأولى أما بالنسبة للآخرين الأخوة أثناء المعركة الذين تم استشهادهم فنحن نعلم أو الكل يجب أن نعلم أن غزة هذا الشريط الضيغ الذي أحياناً يعني مساحته 370 كم مربع تقريباً أحياناً عرضه بين البحر وبين حدود الفاصلة عن أرضنا المحتلة عن 8 كيلو 6 كيلو ليست حدوداً هذا القراء أجد والطائرات مراقبة على مدار 24 ساعة منذ سنوات وهي ترصد كل شيء ونحن نعمل وإياهم على المكشوف يعني ليس هناك شيئاً ولذلك فضلاً عن التكولوجيا والاتصالات وغيرها من المسائل ولذلك الأخوة المجاهدون يعملون بهذه الظروف الأمنية المعقدة ونحن نتوقع في كل لحظة أن يتم ورغم ذلك في هذه الحالات يتم دائماً التوقف ومحاولة البحث عن حقيقة ما يدور واستخلاص العبر واستخلاص الدروس من هذه المواجهات طيب إدارة المعركة دكتور الهندي جراء يعني أكثر من أكثر من خطاب في البداية كان الحديث عن أنه يعني سرايا القدس الجناح العسكري لجهاد الإسلامي هي التي تقود المعركة ثم بدأ التركيز على الغرفة المشتركة لإدارة المعركة وظل الحديث هل حماس معه ضمن المواجهة في نفس الخندق مع الجهاد أم هي خارج هذا الإطار السؤال يعني بوضوح وبشكل مباشر هل القسام شاركت فعلياً في المعركة أم هي ضمن الغرفة المشتركة ولكنها لم تشترك مباشرة لو توضح لنا هذه النقطة أيضاً يعني أولاً الحرب في الميدان يصاحبها حرب في الإعلام وفي الإشاعات والإعلام الصهيوني للأسف يعني متفوق بفترات كبيرة على الإعلام العربي وهو هذا الإعلام الصهيوني موجه بشكل كبير وبشكل ربما مئة بالمئة أثناء الحرب موجه من المخابرات الصهيونية وهو بث سموم كثيرة من ضمنها وفي مقدمتها بث محاولة التفرق في فصائل المقاومة صحيح ولهذا أردنا منكم الرد ربما على مثل هذه الإشاعات نعم وهو قال بشكل واضح أننا هذه المعركة مع الجهاد الإسلامي وأننا لا نستهدف حماس ولا نريدها وبدأ هذا الإعلام يبث وأيضاً رسائل مع بعض الجهاد ولذلك نحن كنا حريصين في الفصائل المقاومة وفي المقدمة منها سرايا الخدس وكتائب القسام حريصين على أن هذه المسألة تبدأ بالإعلان عبر الغرفة المشتركة الغرفة المشتركة هي التي أصدرت أول بيان في الرد على هذه الجريمة الصهيونية ضد خارط سرايا القدس وأيضاً في القصف بعد القصف الذي قامت به سرايا القدس الذي آلن عنه الغرفة المشتركة وترك لسرايا القدس طالما هي تملك الإمكانيات وتملك الماء القدرات أن تقوم بهذه المهمة وهي قامت بها على أكمل وجه إذن السرايا كانت تتصدر الميدان وفي نفس الوقت الغرفة المشتركة هي الحاضنة وهي السند وهي التي أعلنت منذ البداية وفوتنا على العدوس وأيضاً على المستوى السياسي كان هناك اتصالات على أعلى مستوى بين حركة الجهد الإسلامي وبين حركة حماس إذن هذه المسألة أصبحت يعني بعد انتهاء المعركة أصبحت الوحدة الداخلية الفلسطينية بين فصائل المقاومة أكثر وأهم مما كانت قبل هذه الجولة جميل طيب خلال هذه المواجهة تحدث بعض الشخصيات عسكرية وسياسية عن مفاجآت من قبل المقاومة استخدام بعض الصواريخ مداها نوعيتها لو تطلعنا على بعض هذه المفاجآت خلال هذه الجولة والتي ربما أرعبت أو أشعرت الاحتلال بأن المقاومة بالفعل تحقق تطوير دائم لقدراتها ومدايات صواريخها يعني هو كل العالم رأى ذلك وبعض التي خرجت من خلال سوشال ميديا يعني أنا أعتقد أن هناك مؤسسات كثيرة وفيديوهات تم حجرها ولم تقل لأنه لا مستشدد متشدد جدا في أن أخرج صورة صورة ومع ذلك خرجت بعض الصواريخ بأخار الصواريخ التي أطلعتها سرايا القدس سواء المبنى الذي أصيب بشكل كبير وبعض القتلى والجرحة والذين يعني صورتهم الحفرة الكبيرة التي قالوا أن هذا الرأس رأس الصاروخ تحدثت وسائل إعلام صهيونية أن هذا الرأس ليس أقل من 200 إلى 250 كيلو جرام ولذلك هناك استخدمت لأول مرة لهذه المفاجهة السرطة طبعا هناك إمكانيات نعرف أن هناك إمكانيات لا يوجد استخدم حتى الآن ولكن هذه المرة استخدم التفجرة كبيرة ولم تستخدم في جولات سائمة وهناك مدايات أيضا حتى الأبيب وأيضا هذه مسائل واللد والرملة يعني مدايات واسعة مع رؤوس أكثر قوة وأكثر تدميرا وهذه المسائل بعض المشاهد صورت ونشرت في وسائل الإعلام طيب هذه المواجهة وهذه الجولة أطلقت عليها فصائل المقاومة وسرع القدس تحديدا اسم ثأر الأحرار طبعا الحصيلة ربما على الأقل في جانب حركة الجهاد الحقيقة كانت كانت كبيرة ومؤلمة بالتأكيد ستة من قادتها يعني حصيلة تعتبر كبيرة هل تعتبر فصائل المقاومة بأن هذه الجولة حققت الثأر المطلوب من المحتل أم أن الثأر الحقيقي مؤجل أولا القضية ليست قضية هذا صراع طويل وممتد بأبعاده ليست العسكرية فقط بأبعاده التاريخية والحضارية الثقافية هذا صراع له أبعاد ليس فقط في الجغرافيا وعلى الأرض لا هو كما له أبعاد سياسية وعسكرية له أبعاد في التاريخ والثقافة والعقيدة نحن لا ندافع فقط عن شهيد يسقط هنا أو هناك أو قائد يستشهد هنا أو هناك هذا جزء من المعركة نحن ندافع عن أرضنا وعن مستقبل أبنائنا وعن تاريخنا وعن عقيدتنا وعن مقدسات الأمة في فلسطين هذا من جانب من جانب آخر إسرائيل تتوهم أنها عندما تصل إلى بعض القاضة إنها تضرب كما ادعت تضرب سلسلة التواصل في هذا التنظيم عند الجهد الإسلامي وهي تعرف ومتيقنة أنه يتم استبدال الخيادة مباشرة ليس هناك أي فراغ كل قائد في أي موقع له نائب يتم استبداله مباشرة ويقوم بدوره وهذا كان في كل المواجهة السابقة وعندما في المواجهة الماضية قبل هذه المواجهة عندما إسرائيل استهدفت الشهديد تيسير الجعبري وخالد منصور وهم كانوا قائد لواء الشمال وقائد لواء الجنوب قالت وجهنا ضربة خاصمة لجهد الإسلامي بعد ساعة قليلة كان الرد على الأرض والصواريخ تواصلت وبدأت إسرائيل ترسل الوسطات على كل حال في هذه المرة أيضا فشلت إسرائيل في أن تنشر مثل هذه الأكاديم وأصبح واضحا أن بعد استشهاد هؤلاء القادة استمر مباشرة إطلاق الصواريخ وإلى مدايات وبكثافة أكثر من السابق هل تعتقدون هذه المرة أنكم نجحتم كفصائل مقاومة في توحيد الساحات لحظة المواجهة أقصد لأن الحقيقة لم تشهد الضفة عمليات واسعة أثناء القصف الإسرائيلي لغزة ولا حراك فعال في القدس هل المعركة كانت مفاجئة للحد الذي لم يسمح لكم ربما بالإعداد في كل هذه مختلف هذه الصحات أم أنه هذا ضمن التكتيك الذي تستخدمه المقاومة لا يعني أولا هناك عدة عوامل أنا أريد أن أوضح فقط أن الصراع في هذه المرحلة هو في الأساس على الضفة الغربية وليس على غزة وإسرائيل تريد أن تعزل غزة بهمومها بحصارها بتجويعها تحصرها بهموم مختلفة والضقفة الغربية لها هموم مختلفة والشعب الفلسطيني في التمانية وأربعين له هموم مختلفة وتريد أن تقول أن لكل جزء من أجزاء الشعب الفلسطيني سواء في الشتات أو في الداخل القرص غزة الضفة التمانية وأربعين له همومه وغزة تغرق في همومها وهذا الذي تجاوزته المقاومة وأكدت على أن أننا شعب واحد وقضية واحدة وصراع واحد في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني بمعركة سيف القدس وتم تأكيد أيضا في الجولة السابقة عندما يعني غزة الأساس بداية الاستهداف هو كان للشيخ خضر عدنان ويريدون أن هذا الرمز يعني يتم تحيد وغزة لا تتدخل غزة أكدت مرة أخرى أن هذه المعركة واحدة ولذلك نحن نجحنا في مسألة التأكيد هذه المعادلة أن الشعب الفلسطين واحد والساحات الفلسطينية في كل أماكن تواجدنا واحدة بالنسبة للتحركات الضعيفة أو كبيرة أو غيره مرتبط بالأوضاع بمدى استمرار الحالة الزمنية ونحن متأكدون أنه لو استمرت المعركة فترة أطول سيكون هناك يعني تحركات مختلفة في الساحات الأخرى وأيضا يعني وضع في كل ساحة لها تعقيداتها في كل الأحوال تم تثبيت هذه المسألة هذه الجولة أيضا لأنه بدأت كما قلت لك في موضوع الشيخ خبر عدنان طيب هل أوصلتم للوسيط أكان المصري أو القطري أو الأمريكي بأن غزة ليست لا يجب التعامل معها كوحدة معزولة بأنه على الإسرائيليين أن يتوقفوا عن اقتحاماتهم مثلا للأقصى بأن يتوقفوا عن اقتحاماتهم في الضفة لأن الحقيقة بمجرد انتهاء المعركة في غزة اقتحم المحتل الإسرائيلي نابلس وقتل فلسطينيين وبالتالي أيضا وكأنه الإسرائيلي يصر على تقسيم الساحات وهناك أيضا مسيرة الإعلام خلال أيام قليلة يعني هل أوصلتم كل هذه التنبيهات إن صح القول للوسيط يعني أولا الأمريكي ليس وسيطا الأمريكي هو الذي يغطي إسرائيل وهو الذي يدعمها ويغطيها غطاء لكل جرائم بالنسبة للإسرائيل وممارساتها ستستمر الضفة ستستمر سواء الاعتقالات والاغتيالات واجتياح المسجد الضفة سيستمر والمقاومة في غزة أيضا لها تراقب هذا الوضع وتتحمل مسؤولياتها ولكن ما أريد أن أقول أن هذا صراع طويل وهذا صراع ممتد ويتأثر بما يدور في المنطقة وما يدور في العالم ينعكس عليه وهو أيضا يؤثر على ما يدور في المنطقة سواء عن المستوى الفلسطيني وعلى المستوى العربي وحتى على المستوى الدولي لأن إسرائيل هذه ليست فقط صراع مع الفلسطينيين كيان زرع في هذه المنطقة ليحافظ على قسامها ويحافظ على إضعافها ويحافظ على تفتتها ونهبها لصالح المشروع الصهيوني هذا ليس مشروعا لليهود وإنما هو مشروع استعماري زرع في المنطقة وترعاها أمريكا أو ورثت أمريكا عن بريطانيا رعاية هذا المشروع لاستمرار تفتيت المنطقة هذه معركة نراكم فيها نحن إنجازات ولكن لا تطلب من الشعب الفلسطيني أن يحقق كل الإنجازات دفعة واحدة نحن ماذا نملك أمام هذا العدو المجرم لكن الصراعات الطويلة والمعقدة والتي لها أبعاد ولها انعكاسات بهذا الحجم ستأخذ وقتا ولكن أصبحنا نراكم فيها نقاط قوة إسرائيل التي كانت تردع المنطقة جميعها وتخرج في حروب خاطفة تحسن فيها نصرا واضحا محددا لا نبس فيه خلال ساعات أو أيام لا تستطيع الآن أن تدعي أنها أحرزت إنجازات تكتيكية أمام فصيل واحد في قطاع غزة المحاصرة والمجوعة هي الآن ستخرج فيه وبدأت اللوم وتحميل المسؤوليات أنتم قلتم ضربنا الوحدة الفلسطينية فإذا هي أكثر قوة مما سبق أنتم قلتم استعدنا الرد فإذا وصيت فصيل واحد يردعكم ويطلق الصواريخ إلى آخر لحظة قبل التهدئة أو مع إسرائيل التهدئة إذن لا تستطيع إسرائيل أن تتحدث عن إنجازات وبدأ اللوم داخل العدو الصهيوني لذلك أما من يتوقع أنه والله غزة ستمنع مسيرة الأعلام نهائيا وستمنع أي مستوطن دخول القدس هذه حرب مستمرة ومتواصلة ولها أبعادها ونحن بدأنا نحقق إنجازات حقيقية في فصائل المقاومة والشعب في الصين الذي يمثل الحاضر القوية بدأنا نحقق إنجازات ونراكمها وندفع هذا الكيان خطوة بعد خطوة إلى الخلف بالعودة إلى الوسطاء إذا كان الوسيط الأمريكي هو مظلة للمحتل الصهيوني وحليف واضح كيف تقيمون أداء الوسيطين العربيين أكانت مصر أو قطر أولا مرة أخرى أمريكا ليست بسيطا الذي تدخل في هذه المركة طبعا قطر تتصلت ولكن الذي أدار المفاوضات والاتصالات ومصر وبالنسبة لنا نحن نعرف أن الكل وخاصة أمريكا وإسرائيل تريد وقف هذه المواجهة في أخصر وقت ممكن لأن هناك حرب عالمية دائرة الآن على أرض أوكرانيا هناك حرب بين روسيا والصين وبين ناتو وأمريكا ولم تستقر الأوضاع بعد ولا تتضح ولا تريد أمريكا أن يصبح هناك صراعا مفتوحا وحربا مفتوحة في هذه المنطقة وكانوا تريد هي وإسرائيل وقف هذه المعركة في اليوم الأول ونحن الحركة أدارت مع الوسيط المصري هذا الملف ووصلت رسالتها للجميع أنها ستبقى إلى آخر لحظة ومستعدة بفصيل واحد أن تبقى صامدة وتفشل العدو لفترة طويلة وفي النهاية توصلنا أو ألزمت إسرائيل على التوفيق أو على الموافقة على هذا النص رغم أنه يعني يحمل دلالات معينة وعلى كل حال هذا صراعا مفتوحا ونحن نرى كيف تتطور المسائل باختصار لو أردنا أن نسأل عن ربما أهم الدروس والعبر من هذه المواجهة ولو مبدئيا طبعا بالتأكيد الفصائل ستجلس وتتدارس ما الذي حصل أين أصابت وأين أخفقت وتقيم أدائها ولكن مبدئيا ما أهم برأيك العبر أكان فلسطينيا أو عربيا نصح أن نضيف أيضا الجانب العربي يعني عربيا نشوف العقد الماضي العشر سنوات الماضية كان في وضع عربي أنه فيه انسحاب أمريكي تدريجي من المنطقة نحو جنوب شرق آسيا وأنه العرب أمريكا بدها تعمل تحالف في المنطقة عربي إسرائيلي تقود إسرائيل لتحل محل هذا الفراغ اللي ممكن تتركه إسرائيل الآن تتعمق فيها مشاكلها الداخلية وعلى وقع هذه المواجهة الجولة الأخيرة من المواجهة ستتعمق أكثر هذه المشاكل الداخلية وفشلت إسرائيل في ردع الشعب الفلسطيني وفشلت في كسر أطلق في الضفة الغربية يعني كسر الأمواج هذه حملة إلها أكثر من سنة لكن فشلت وأيضا وحدت الشعب الفلسطيني أكثر إذن أنا أتوقع في المرحلة القادمة خاصة في ظل عدم اليقين في الحرب الكونية الدائرة اليوم أن هذه المعادلة معادلة من بناء تحالف إقليمي تخشل وأن القوى الإقليمية بما فيها قوى عربية مهمة أن تعيد حساباتها في مسألة التحالف مع إسرائيل أو بناء تحالف تقود إسرائيل في المنطقة على المستوى الفلسطيني لم يعد هناك أي أفو لمشروع السلطة الفلسطينية الآن حتى داخل الحكومة الإسرائيلية أريد أن نوضح هذه المسألة هناك اتجاهين اتجاه الذي يقود نيتانياهو وهو اتجاه إدارة الصراع مع السلطة الفلسطينية يعني تبقى السلطة الفلسطينية لكن دون أن تأخذ أي شيئا تبقى عنوانا دون حتى مفاوضات سياسية وهذا إدارة الصراع وإسرائيل تستمر في صرقة الأرض وبناء المستوخنات ولكن هناك داخل الحكومة أيضا اتجاه جديد شريك لنيتانياهو في الحكومة ويحمل استراتيجية أخرى استراتيجية الحسم وليس إدارة الصراع حسم الصراع وأن هذه السلطة لا تلزمنا أيضا وهو النسخة الفاشية الأخيرة سيموتريتش وبنفير موجودين وشركاء في السلطة وهم كانوا لا يريدون وقف هذه المواجهة هذه الحرب ولا يريدون التفاهم الذي وصل وتوصلنا إليه ولذلك على المستوى الفلسطيني لا ليس هناك أي أفق أصبح الآن لمشنوع السلطة الفلسطينية والأفق أصبح واضح لفصائل المقاومة تقوي حدثها الداخلية والحاضنة الشعبية الفلسطينية التي أصبحت واضحة جدا في مسير التشيع الشهداء كأنها السفتاء على خيار المقاومة أن يتم رعايتها وتعزيز صمودها أختم معك في هذا نعم فضل فضل أختم معك في هذا السياق دكتور الهندي حول مستقبل هذه القضية ومستقبل هذا الصراع بالتأكيد خيار المقاومة الحقيقة بات بشكل واضح يعني في الساحة الفلسطينية وبالتأكيد عربيا يعني أعلى صوتا من خيار السلام والجلوس مع المحتل وفي هذا نسأل يعني المعركة هذه دكتور الهندي بالتأكيد ليست الأخيرة مدام هذا المحتل يعني يمارس إرهابه باستمرار في حق الشعب الفلسطيني ماذا ترون إذن في مستقبل هذا الصراع وما شكل المعركة المقبلة لأن المحتل كما قال خبراء يتخوف من وحدة الساحات فما بالك بوحدة الجبهات هل نتوقع في معركة قادمة هناك وحدة للجبهات هناك معركة مصيرية بدلة كل مرة هناك جولة يستنزف فيها هذا الطرف أو ذاك الطرف ويعود كل طرف إلى خندقه هل تعدون لمرحلة مهمة قادمة الجمهور يهمه أن يستمع لإجابة في هذا السؤال فضل شوف هذا صراع طويل نحن لا نريد أن ننشر أوهاما هذا صراع طويل وممتد ولا تقاس النتائج بفصيل فلسطيني أو حتى بمجموعة الفصائل الفلسطينية ومجموعة حتى الشعب الفلسطيني هذا صراع له أبعاد أقليمية ودولية وأبعاد يعني في العقيدة وفي الثقافة وكما هي في السياسة وجولات سنقود جولات بعد جولات ونحن في كل جولة نراكم خبرة نراكم إمكانيات نراكم وعي جديد بطبيعة هذا الصراع بطبيعة هذا العدو لأن هذه هي الأساس أن تملك رؤية هذا العدو ما هو هذا العدو ماذا تمثل لك هل هو شريك هل هو جار هل هو شريك في التفاهمات وفي مسيرة سياسية أم هو عدو يريد أن ينهب أرضك ويأسر المنطقة ويستنزف المنطقة كلها يعني حتى الذين عخذوا اتفاقيات سلام وتطبيع مع العدو الصهيون هم أيضا مستهدفين حتى يبخوا ضعفاء ويبخوا رهن لإرادة هذا العدو إذن نحن نتوقع الصراع طويل ممتد ولا يقاس كما قلت لك بفصيل ولا بمجموع الفصائل وإنما هذه الصراعات الكبيرة والطويلة والتي لها بعد حضاري تقاس مثلا مديات نحن ماذا كنا نملك خلينا أضرب لك في الانتفاضة الأولى 87 كنا نملك حجارة الآن ماذا تملك فصائل المقامة فصيل واحد من فصائل المقامة يملك صواريخ تدكت الأبيب ولذلك بهذا الشكل تقاس المسائل لكن في النهاية نحن لدينا ثقة كاملة بأن هذا الصراع سينتهي بتفتيك هذا المشروع الصهيوني وهذا ليس فقط من الفهم التاريخي للصراعات وإنما أيضا من ثقتنا بالقرآن بوعد الله سبحانه وتعالى بصدر صورة الإسراء بالإفساد الإسرائيلي وأننا سندخل إن شاء الله مرة أخرى المسجد الأقصى ويتم تدمير هذا العلو والفساد الذي تنشره إسرائيل في فلسطين وفي المنطقة هذا هو وعد الله سبحانه وتعالى هذا الذي يعطينا الثقة والأمل هؤلاء الشهداء يعرفون أنهم يدافعون ويقدمون أرواحهم وأموالهم وأهلهم في سبيل صراع قويل وصراع مهم نحن ليس لدينا مشكلة مع اليهود كيهود نحن لدينا مشكلة مع هذا العدو الذي يأتي ويشن الحرب على شعبنا كل يوم وفي المنطقة كل يوم هو المستهدف فقط شعب فلسطين وما كل المنطقة مستهدفة حتى أسكريا لبنان كم معركات صار فيها هذا العدو موصل في تونس حمامات الشط وفي مفاعل تموز في العراق وفي مصر بحر البقر وفي الأردن وفي كل منطقة يعربل وفي المنطقة التي لا يعربل فيها أسكريا يعربل فيها على مستوى المخابرات وغيره وهذه وظيفة هذا الكيان وليس مسألة يهود أو غير يهود نحن نعي هذا الكيان طبيعته وطبيعتها في الصراع ونقوم بدورنا وإن شاء الله في النهاية سيتفكت هذا المشروع ويتم تحريف فلسطين وتعود جزء من أرض العرب والمسلمين وتكون فاتحة لصنهاض المنطقة وإعارة أهميتها في الصراع العالمي وفي التواجد الدكتور محمد الهندي القياد في حركة الجهاد الإسلامي كنت معنا في إسطنبول نشكرك جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة وإجراء هذا الحوار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر